جيش مصر بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي جيش مصر بيستخدم هذه القوة بتعقل ورشد وحكمة لحماية الحدود المصرية والحفاظ على أرضها وطرابها دي رسالة مهمة جدا أكد عليها سيادة الرئيس خلال استفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث في السويس خلينا نتكلم عن رسائل سيادة الرئيس أثناء تفقد إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة مع ضفنا الوقت دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق صباح الخير على الحمد صباح خير عليك وعليك صباح خير عليك الله صباح خير طيب لما دي يبتدي بتصريحات الرئيس السيسي اللي قالها مبارح خلال تفقد استفاف الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث المدني الرسائل دي نقدر نقف قدام إيه منها ونقدر نقول ماذا كان يقصد بها الرئيس السيسي هو البداية طبعا إحنا نقول إيه هو إيه تفتيش الحرب ده اللي يروحه رئيس الجمهورية هو في النظام القوات المسلحة أن التفتيش الحرب دايماً اللي بيعمله وزير الدفاع ده أعلى درجة ورئيس الأركان ممكن وزير الدفاع طيب ما نقول أصلا إيه تفتيش الحرب فالتفتيش الحرب ده لما يروحه رئيس الجمهورية بقى فيه شكل تاني تفتيش الحرب ده هو أعلى مستوى من مستوات الاستعداد القتالي بيحصل قبل منه قبل ما استطف الاستعراضي ده بيحصل قبل منه حاجات كتير جد وطبعا الفرقة بتعمل التفتيش ده كل أربع سنين أو كل خمس سنين وممكن كل ثلاثة تبقى للتخطيط اللي بيحطه القوة السلعة في الاستعداد القتالي بتاعها إذا كنت مستعجل الاستعداد القتالي هعمله كتير كتير سنين إذا كان عندي الموضوع المرتخى مفيش مشاكله وأربع كمس سنين لأنه مكلف طيب بيحصل قبل منه ايه؟ بيحصل قبل منه تأكيدات القوم السلعة على مستوى الفرقة دي من ناحية التدريب سواء فرض أو تكتيك أو تدريب ختالي من ناحية تأمين الفني مستوى الفني بتاعها شكله ايه؟ من ناحية روح المعنوية بتاعها شكله ايه؟ ناحية استكمال معدات وأفراد عشان أوصل واعمل اختبار مستوى بيبقى اللي هو انه نظام في القدم السلعة كده بتعمله هيئي تدريب ويطلع على بقى في الآخر أصطف وطراح التفتيش تفتش على الموضوع ده ويحضره يا رئيس الأركان القائد العام طب اذا ده بيقول ان الفرقة دي جاهزة انها تطلع للحرب من المكان ده إذا كان لها المهمة مسبقة هتطلع عليها هتاخد مهمة جديدة هتطلع عليها النموذج ده حصل مع الفرقة 21 في ليبيا على الحدود الغربية لما كان حصل التوطب بيننا وبين تركيا في الموضوع دفع المرتزقة ومش المرتزقة وكلام سي وكان نفس الاسلوب واستخدمة هذا التفتيش الحرب بتاعفير 21 في التهديد باستخدام القوة لردع أي حد حيجي نحيطنا يبقى التهديد باستخدام القوة مش هستخدمها مباشرة لكن لما جيت اقول لان انا جاهز استخدمها رح تعمل منورة مشابهة بالحرب اللي هتحصل فبقيت الموضوع نهائي أنا هنا في التفتيش الحرب ده كان هو معاده ده ده المعاد بتاعه لكن جيه في توقيت توطر في المنطقة اللي بحصل في غزة والضرب المبرح اللي غير مبرر اللي بحصل من اسرائيل على الشعب الفلسطيني والموحثات اللي بتديره كان ده والتوتر على دايرة من دوايا الامن القوم المهمة له الديان المباشرة اللي هي الجار المباشر في عنده مشاكل اللي اتنين مع بعض يأثر عليا أثر عليا وبالتالي لابد ناخد قرار فدخلنا وصائق وصائق طاق في الموضوع لقينا الجانب الآخر عنده ناس بتنادي بتهجير الناس ده عندنا التأثير بقى حيبع عليه مباشرة واحنا مش نقصين صاح وما شعب فلسطين اخواننا وكل حاجة لكن كل واحد ليه حدوده ليه امكانياته وكلام زي كده في ظروف اللي هنشوفاني وبعدين لو التهجير ده اللي هو عائد أهلا وسهلا لكن ده روش عائد انت هتفقت بالأرض اللي انت كنت عاد فيه فبالتالي اترفض ومن هنا رئيس عفتاح السيسي طلع أعلن كذا مبدأ في الأول وبعدين تمع بمجلس الأمن القومي المصري وده أعلى سلطة موجودة في مصر وحط الخمس بينهم كان بيقولهم في قارات المجلس ده فبقى أصبح الشعب او المجلس هو المعبر عن الشعب مش رأي شخصي ده الرئيس لا ده رأي الشعب هم طيب مدان ده رأي الشعب يبقى ده تنفيذه وحفظه له على هذا الرأي أو القارات دي يبقى لازل تكون القوة جاهزة فبالتالي خد من التفتيش الحرب صورة لجهزية تنفيذ أمر الشعب يبقى هنا ده ده أول رسالة إن اللي بتعمله ده الفرقة دي لو خد فيها قرار حرب لتأمين حدودها هيبقى القرار من الشعب يعني ده يا فندم ده فرقة واحدة لا اللي احنا شايفينه ده طبعا شنفهم بس أكتر الموضوع هو حتبولك هو مش ده مش تشكيل واحد ده في كل مكان واحد يعني في الفرقة يعني الجيش ما صوت شاقص الده اللي شفناه بالأمس ده ده فرقة عندنا أربعة منها عندنا أربعة في أماكن تانية لكن اللي شفناه بارح ده كانت فرقة واحدة بس فرقة واحدة مظبوط والفرقة دي أنا كنت قائد لها فيها قبل كده والله ده أشبه بجيوش في بعض الدول ما هيلاق جيوش كاملة ما هوص الفرقة دي تشكيل قتال كبير مش صغير انت في 25 ألف مقاتل معدتها تصل مش أقل من من 40 مليار دولار معدتها ده يعني شيء عظيم يعني مش قليل أنا كنت قائد كنت قائد اللي هو الثاني في الفرقة الرابعة وكنت قائد لفرقة واحدة وعشرين اللي هي في المنطقة اللي كانت في المنطقة الغربية فدي عندنا نحن فرقة واحدة وعشرين في المنطقة الغربية وعندنا فرقة الستة في جيش الثاني وعندنا فرقة التسعة في القاهرة يعني طيب طبيعة التطور اللحق بهذه الفرقة بمناحضة كنت موجود فيها قبل كده هذه الفرقة دي أول فرقة مدرعة تكونت في مصر كونت في 58 و 59 كده يعني وكانت دباباتها لسه بقى من صفقة تشيكي كانت دبابات 54 و 55 أو 55 يعني تيه 55 من الروسي وبعدها تطورت الفرقة كانت ثلاثة لوقت مدرعة وبعدين لما دخلنا حرب أكتوبر قعدنا التنظيم القوات المسلحة تبقى للمتطلبات العصر فبقت اللي وقين مدرعة ولو مش ميكانيكي مع دعمها بقى بالوقت المدفعة وكان كل أسلحة تتخصص معها وبعدين بعد كده تطورت الفرقة بعد كده وبقت 62 تيه 62 ثم بعد كده تطورت بقت M62003 اللي كانت أحدث دبابة اللي كانت في التوئد عندنا ثم لنهارده تسلحت بالM1 اللي هو المصنع بتاعها عندنا فأنت عندك مصنع M1 دي دير سالة مهمة جدا بقى سيادة اللي هو أنا مبارح برضو خدت باليني في مجموعة من الأليات والمعدات صناعة في بعضها صناعة مصرية خالصة وفي بعضها صناعة مصرية مشتركة مع عدد من الدول المتفوقة في هذا النوع من التصنيع لأن أنت الرئيس عفتاح السيسي لما حطت الرؤية عشرين ثلاثين فعطتها على القوة دولة الشام ده وهدي برضو النقطة عندنا نحن ندرك فيها أولئين يعني لأننا مش متعودين على تخديس ترتيج طويل الأمد لأننا مشتعل خطة خمسية زمان لكن هو رئيس عفتاح السيسي قال لا أنا ما دمت دارس وعارف وأدراء أرى إمكانت بلدية مشتعل صح فعمل تخديس ترتيج قمس شهر سنة اللي عشرين ثلاثين وبدأه الفين وستاشر لما بقول على قوة دولة الشاملة يبقى كل قدرات دولة الشاملة هشتغل فيها هشتغل في القترة الحيوية هشتغل في القدرة الاقتصادية هشتغل في القدرة العسكرية هشتغل في السياسة الخارجية هشتغل في السياسة الداخلية اللي هي الحراكة المجتمعية والمجتمع عندي في إيه هشتغل في الإعلام هشتغل في الروح المعنوية في تكنولوجيا معنوية يبقى هشتغل في كل ده فهو لما بدأ يشتغل في القدرة العسكرية القدرة العسكرية مش عدد دبابات وعدد صواريخ وعدد خيرا لا ده قدرتك على تنمية هذه القدرة باستمرار وتحدثها هذه هي القدرة العسكرية لأنني أضيف على العدد من العمل الآخر فبالتالي حلاقني محتاج لإنتاج الحربي محتاج لإنتاج الحربي مش حينفع مرة واحدة لأنه غالي فلازم بقى إنتاج مشترك أنقل تكنولوجيا وفتح سوق يعني مثلا النهاردة أنت لما بتنتج الفرقاطة اللي أنت عملتها مع فريم اللي أنت بتعملها مع فرنسا والأنشات السريعة فأنت النهاردة بتعمل إيه السوق فرنسا عندها السوق موجود بتاعها أصلا أنا المنتج عندي أبقى أنا خطوة للتسوئ يبقى أنا المبنتج في بداية خطوات إنتاجي عندي التسوق ما يوقفش أنه أنت إنتاج التسليح عالي غالي ما كانش له سوق قبل ما ينتج ما يتبعش تبقى خسارة فأنت عشان كده بتدخل الإنتاج الحربي المشترك فأنا عند الوقت الدبابة الأموان لما كنت أنا مدير ساحة مضرعات لغاية سنة 2003 كنت بطلع الدبابة مصنع ب7 مليون دولار النهاردة بتتكلف 25 مليون دولار مبلغ كبير طبعا التسليح غالي فبالتالي أنت بدأت أنا أنا بدأت لما كنت موجود مدير كنا وصلنا في التصناع المشترك لـ 30 إلى 40% أنا مشيت وهي سبعة سبعين كمسة وصعين في المية أنا أعرف دلوقتي أنها وصلت لغاية تسعين كمسة وتسعين كل دي كانت رسائل ظهرت إمبارح في وجود الأسلحة ذات الصناعة المصرية خلينا ناخد مئة من كلام سيادة الرئيس إمبارح ونشوف أبرز التصريحات وأبرز الرسائل اللي الرئيس كان عايز يوصلها من خلال التصريحات الألهم إمبارح ما هيدي رسالة القوة ما تشوفي ما فيش بلد من غير قوة حتى عيش وما فيش موقع في الدنيا حيتحمي غير بالقوة وما فيش سلام في الدنيا حيتحمي غير بالقوة فبالتالي أنت لما بتقول الكلام دوت للناس عندنا اللي أنا بقوله ده للناس شعب في مصر فبيفهم إيه اللي رسالة الرئيس كان عايز يبدهاله بيقولك ده جيشك اللي المتطور باستمرار مش واقف أو مش معنى ساعات بنقف ما بتتكلمش عنه يبقى نام لا ده متطور وماشي طب وإلا أنا بعمله ده النهاردة في تفتيش الحرب ده تحاجة مقططة جد في وقت أزمة فاستغلناها فاكلمنا فيها طيب بنقول بقى خارج مصر بنقول إيه نحن على استعداد لأي حلول ما دامت في تأمين حدودي والأمن القومي بتاعي ولما بضيف الأمن القومي علشان أضيف البعد الإقليمي طبعه في البداية الأزمة الناس ما استجابتش طلعتوا قرار للشعب من مجلس الأمن القومي ثم بدل مظاهر تنفيذ هذا القرار صحيح أنا عمري ما خرجت من مصر إلا العمل شريف وارجع تاني ردع لأنه غير مستعمل لو أنت تشوفي مثلا قوات مصرية خرجت من مصر في اليمن راحت عشان تثبت الثورة ورجعت ما عادتش وما استعمرتش اليمن لما راحت قوات مصرية للكويت سنة 1916 عشان كان تهديد من عبد الكريم قاسم للكويت راحت لغاية لما خالصت التهديد رجعت لما راحت في تحرير الكويت من غزو صدام كان موجود رحنا وحدنا المهمة ورجعنا بلدنا تاني ما عادناش إذا أن هنا الجيش المصر طول عمره حتى في القديم كان يطلع حرف الشام ورجع تاني يجيل للقطر ورجع تاني إذا أن هنا الجيش ده بيشتغل لصالح بلده ومشارشو حتى تاني عشان كده ستة لونس كان ولا عندنا أطمع استعمارية إطلاقا نعم رغم أن كان عندك قوة أصل القوة المفرطة تديك زهو طبعا ما تحسش بأنك أنت عندك زهو تقوم تعتدي لا إحنا ما عندش الحتة دي ودي كان بيأكدها في الرسالة اللي كان بيقولها بلده لكن وضع الخطوط الحمراء دايما مهم يا فندم وعشان كده الناس من برحلة تتفرج على هذا الاستفاف كانت حاسة بالفخر أننا دايما عندنا رجال من ذهب زي ما بنقول لسنا دعاة حرب ولكن إذا فرضت علينا الحرب فنحن لا نحن قادرين على هذا وده الكلام يأكدون رئيس أننا جيش بيعمل بشرف ملوش تطلعات غير حماية بلده والأمن القومي لأن احنا المادة متين في الدستور بتقول قواته مسلحة ملك الشعب وهي مسؤولة عن تحقيق أمن الحدود والأمن القومي يبن عندهم همتين الأمن الحدودي والأمن القومي يساعد في وجوده والأمن القومي بقى أنه مجالاته ممكن يتعدى الحدود الأمن القومي وما ده من تحت تقصق منت النهاردة موضوع ليبيا مثلا بيجيلك الإرهاب من هناك يبقى أنا هنا عندي الأمن القومي تهدي دهو يبقى لازم أروح لمنبع التهديد ولما تتفكر في موضوع الخط الأحمر يقول لك ده شوف أنت نفست الأمن القومي إزاي لأنه لما قال خط سيرت لما اختار ليبيا ألفين كيلو مش معنى أنا اختارت خط سيرت اللي على مساعة ألف كيلو ده لأن خط سيرت ده لما تيجي شارقه الأرض في ليبيا بتفتح بس أنا الجيش كلامنا على الأرض لأنه وقاراتنا على الأرض يعني داين في الأرض بتفتح ثلاث محاور محور السحلي محور الصحراوي محور الجبلي كلمة محور عندنا في الجيش يعني مكان يحتوي على ثلاث أربع طرق يعني منطقة تحتوي ثلاث أربع طرق فأنا لو جال الإرهاب وما عملتش خط الأحمر ده وقعدت على الحدود حيجي لي من تسعة طرق نظبوط طبعا لما عملت خط سيرت وقلت ليجي ناحيته حضرابه يبقى أنا بأضرب الإرهاب في نقطة قبل ما يتفرع قبل ما يتفرع يبقى أنا بفكر التفكير استخدام قوة لكن في الاقتصاد وبهدد بها قبل ما استخدمه يبقى هنا ده اسمه خلقت الانطاق الأمن القومي في الجر المباشر بالنسبة لي لما حققت الهدف خلاص خلص الموضوع طيب احنا شفنا الرئيس مبارح هو هو بيواجه كلامه للجنود طور ده في أنه يرفع معنويات الجنود ويحسوا بالعزة ويحسوا بالفخر ويحسوا بالانتماء أكتر وأكتر ويحسوا أن أعلى قيادة للجيش بتوجه كلامها مباشرة ليه احنا عندنا في قوة دولة الشاملة أخر قدرة فيها الروح المعنوي لما الروح المعنوي تبقى في قوة دولة الشاملة بيبقى رأس الجمهوريات بيمارسها أو أكيسة الدولة في كل قطعها فالنهاردة من أعظم الأعمال التي تعملت في الجيش أننا القائد الأعلى للقوم سلحة أو القائد العام أو القائد المباشر بيقعد مع جناده مباشرة يشرح لهم الوضع بكل الشفافية ويرفع معناتهم بقدراتهم وإمكانتهم وحساسهم باللحنة عنهم ومن هنا الإنسان أو الجندي بيحس بالفخر والقدرة المعنوية لما يكون مرتفعة بتطلع عندك طاقة غير طبعية مثلاً ساعات بيقولوا بتاعوا الطب يقولوا الكبد فيه مخزون من السكر بيطلع وقت الأزمات تلاقي الإنسان عمل نطة عمل جارية ده الروح معناه بتحبه كذا يعني كنت لو قستيها في حرب أكتوبر ما تتخيليش أنا كنت بده يعني لقاء عن حرب أكتوبر لطلبة الجامعة وكلام زي كده في كلها من كليات فقلت الوقت أنت عندك إصلاحات برى الجامعة ففي عربيات بترمي رمل بتنزل رمل عشان هتستخدم في البناء طبع واحد منكو يطلع كده ويطلع فوق الرمل المتو العربية لو طلع اللي خمتها في ثانية في خطوتين ثلاثة يبقى كلامه صح خرج ورجع قال لي ما قدرش أطلع للأخ عشان الرمل يسايب وده بقى الستر الطراب كان كده طب هنا بقى الجند المصري لما طلعها مرة واحدة تلاحظ ازاي طلع هو شاي العتاد وهو شاي التموينه وهو شاي اللعينه هي دي الروح المعنوي هده المفعول للروح المعنوي طبعا عدد كبير من الأسلحة شوفناها مبارح في هذا الاصطفاف أسلحة متطورة وأسلحة حديثة لو حدك تكلمنا عنها بشيء من التفصيل هو هنا إذا كأف العرض اللي تفتش الحرب ايه انك انت بتستخدمه في مهمة سياسية فلازم توضح فيها الإمكانات كلها الفرقة دي بنقول لما تيجي تشتغل في الحرب ده القوات الجوية دي اللي حد عام يعني بعملت استعادة القوات الجوية لو بتشتغل جنب ساحل البحرقة دي لحد عام يبقى ده طب الفرقة دي ممكن وها بتشتغل يكون عليها جوم مضرع أعلى من قدراتها أو أنا جيب لها الطائرات اللي بتضرب السواريخ المندال اللي هي ضد الدبابات هاي دي موجودة معاها يبقى إذا جميع أنواع الدعم في جميع أنواع الأسلحة حتى حرب الإلكترنية كنت أنا جايبها موجودة معا يبقى دي شكل الوحدة اللي حتقا التشكيل ده لما حيحارب حيحارب بكل ده حسب المهمة حيتخفط هذه القدرات بتاعتها موجودة لكنه قادر على التعامل مع الثلاث محاور زي ما حضرتك قلت كده الساحلي أو البري أو الصحراوي أو الجبل ممكننا على طول يعني وهذه الزكاء في العرض ده الزكاء في العرض إزاي نطلع لك كل إمكانياتي في الأقطاع واحدة ده دي حال أكيد يعني شفنا مبارح حاجة تدعو للفخر وتدعو للعزة وتدعو دايماً لتأكيد انتماءنا لبلدنا والجيش بلدنا كل شكرا لك اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق شكراً للمجدك شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً